معنا من واشنطن مراسل العربي عماد الرواجلي عماد نبرة التفاؤل الأمريكية مستمرة آخر مرة نسمعها الآن على لسان الوزير بلينكين خلال لقائه مع المسؤول القطري هل يفترض أن تتبلور نبرة التفاؤل الأمريكية هذه ضغوطا على إسرائيل كما سمعنا من خلال كلام كامالا هارس قبل يومين حتى كلام كامالا هارس نعرف مؤخرا وائل بأن مجلس الأمن القومي قام بالتقليل من حدة خطابها قبل أن تقوم بإلقائه فيما يؤشر على أن الحديث وراء الأبواب المغلقة داخل البيت الأبيض هو باتجاه عدم الرضا عما يحصل لكن على أرض الواقع هناك القليل مما يحدث أي عمليا لا يحدث الكثير قياسا بتغير نبرة الخطاب الأمريكي وهي تغيرت بالفعل في بداية الحرب كان الحديث عن مآسي الغزيين قليل أو شبه معدوم اليوم نتحدث عن وزير الخارجية قبل قليل في المؤتمر الصحفي يقول بأن الوضع غير مقبول هذا أيضا تقريبا ما قالته كامالا هارس هذا ما قاله جو بايدن قبل أقل من نصف ساعة على تويتر فورا بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية قال بأن الولايات المتحدة لن تقف على الحياد وبأنها لن تتخلى عن مهمتها والتزامها كما قال حسب تعبيره التزامها بتوفير المزيد من المساعدات للغزيين ونعلم أيضا من خلال القيادة الوسطى المركزية اليوم بأن هناك إنزال ثاني حدث في غزة إنزال جوي آخر كل هذه يبدو أنها على الأقل من جهة نظر بعض المراقبين هي محاولة من الولايات المتحدة للإحاء لإسرائيل بأن هناك شيء قد يتغير في أي لحظة وبأن على إسرائيل أن تصل إلى توافق مع حماس حول هذه الصفقة لكن في المقابل هناك أيضا ضغط من بايدن وقد قال قبل يومين نشرت عنه الصحف بأنه أخبر نظراءه في أو المسؤولين في قطر وفي مصر بأن يجدوا له صفقة أو أن يعثروا له على صفقة لا ننسى اليوم هو الثلاثاء الكبير في الولايات المتحدة هناك 16 ولاية تدلي بأصواتها في ظل ما يحدث في غزة وهناك نزع داخل الكونغرس نحو عدم الرضا عن ما يحدث وكلما طال أمد الحرب وهو الشيء الذي بات تقريبا معروفا كلما طال أمد الحرب كلما زاد الضغط على إدارة بايدن والمؤشرات الأخيرة في الانتخابات توحي بالقلق بالنسبة لحملته الانتخابية ومن هذا الباب هناك تغير في نبرة الخطاب وهناك حرص يبدو واضح جدا من تصريحات المسؤولين الأمريكيين بضرورة الوصول لصفقة قبل حلول شهر رمضان خشية أن بسبب العاطفة الدينية عند المسلمين أن يؤدي دخول الشهر مع وجود هذه المأساة في غزة إلى ربما انفجار الأوضاع في الضفة الغربية وأيضا تصاعد الحنق على الإدارة الأمريكية داخل الولايات المتحدة من قبل المصوتين العرب والمسلمين وبعض القليات الأخرى وفي الشارع العربي عموما شكرا لك يا عماد عماد الرواجد في وقت